معاناة مستمرة لمهجري قرى المقدادية الذين تركوا قراهم إثرى جرائم الميليشيات حاملين معهم ذكريات مؤلمة عن الساعات الأولى لاقتحام الميليشيات لمناطقهم خرجوا بثيابهم دون أن يعرفوا وجهتهم هربا من عمليات القتل وبعد ذلك تفاجأوا بأن كل ما تركوه في منازلهم قد نهب ومن ثم أحرقت المنازل وخربت البساتين وما أصعب التهجير حينما يكون للمرة الثانية فمن هؤلاء المهجرين في قرى المقدادية منعانا ويلات النزوح سابقا وما إن استقرت أحواله واشترى أرضا وبنى منزلا حتى باغته التهجير الثاني بظروف أشد وطأ وأكثر إلى من هذه الشفاه الخائفة من انتقام الميليشيات تخبئ خلف كلماتها المرتجفة قصصا مأساوية تعجز الكلمات عن الإفصاح عنها وتصويرها فالمشردون المهجرون مهددون حتى بمجرد الإفصاح عن الحقيقة الصادمة التي تكتبها بنادق الميليشيات في عراق ما بعد عام 2003 ترجمة نانسي قنقر